أم نور من سويسرا السلام عليكم ما حكم لحم في سويسرا ما علم إنه بيذبح بعد كهرباء الله أنا أتمنى يعني على بعض أحبابي أن يذهبوا إلى بعض المجازر عندكم أنا فعلت هذا لما كنت في أمريكا وذهبت إلى مزر وتأكد لدي بعد أن ذهبت إليهم أعطيت فتا قلت لهم كلوا من اللحوم المباحة في أمريكا ولا تترددوا لأن كل الشروط المطلوبة الذابح يشترط أن تشهد له الكنيسة أنه متدين والذبيحة لا يمكن أن تذبح إلا وهي حية حتى ولو أعطوها كهرباء أو إبرم غناطس أو كذا لابد أن تبقى حية فتذبح وهي حية لو ماتت تعلم للحيوان وأن يقطع الحلقوم والمريء والوجين وأن يكون القطع بآلة بسكين كل ذلك توفر فقل توكلوا على الله فإذا توفرت هذه الشروط في الذبع عندكم في سويسرة خذوا ولا تترددوا بارك الله فيكم